نتكلم على موضوع جديد بيخص جزء كبير من الناس حياء ونسبته مش قليلة في عموم مرضى العيون هنكلم نهاردة عن جلطات العين جلطة العين زي العين كونها عضو طرفي زي أي أعضاء تانية في الجسم زي القلب وزي المخ وزي الإيد وزي رجلين ومكونة من مجموعة من الأنسجة الحساسة جدا يغذيها أوردة وشرايين تضخ الدم من القلب ويرجع منها الثاني أكسيد الكربون والمواد النتجة عن تكسير أو الحرق الغذى الموجود فيه الشرايين عن طريق أوردة تضخ برضو تذهب إلى الجسم تتمر على الكبد وبعدين عن طريق القلب برضو كل ده بيحصل أنه بيعرض العين كعضو مهم وعضو نشيط حقيقة وعضو شغال طول ما احنا فتحين يعنينا طول ما احنا فتحين يعنينا العين شغالة وعمالة تحرق وعمالة تستخدم طاقة وعمالة تطلع فيه نواتج تأكسد ونواتج غذاء وكده كل ده في هذا النشاط الحيوي المستمر يصاب الأوردة والشرايين بجلطات زي جلطة القلب زي جلطة المخ زي أشياء كتيرة تانية بتصيب الجسم ككل إيه أسباب جلطات العين؟ أسباب جلطات العين قد تكون جاية من القلب نتكلم نحن لابد لازم نفرق أننا عندنا جلطات شريانية وجلطات وريدية الشريان يا جماعة هو اللي بيطلع من القلب كلام ده خد نف تاني عددي الشريان الأوردة لو تفتكروا كده ده كان الخرطوم الكبير اللي طالع من البطين الأيصر اللي هو فيه الدم المتأكسد الدم اللي فيه أكسجين يطلع يغذي الجسم كله ويطلع منه تفريعات كتير قوي هو ماشي في سكة طويلة جدا من القلب بعرض القفص الصدري كده ونازل ناحية الحوض يطلع منه أشاريين كتير جدا تغذي المخ وتغذي العين في نفس الوقت ده اسمه أشوريان اللي ينتج عن بعد ما ندي الأكسجين الأنسجة والغذر الأنسجة أنها تكسير بتاع البروتينات والسكريات والأحماض الأمينية اللي بتحصل والدهون وكلام ده يرجع تاني يرجع عن طريق القلب يذهب للكبد عشان يحصل له الديتوكسيفيكيشن أنه هو المواد دي تفقد سميتها ويبتدي الدم يتنقى تاني وياخد الغذى تاني عن طريق الرئة والمواد الغذائية الأخرى عن طريق الجهاز الهضمي فبالتالي الدورة دي مستمر الشوريان يغذي العين ويغذي المخ وطالع من شرعين الرقبة شوريان رئيسي يغذي المخ والعين ده قد يحدث فيه انسداد أو يحصل فيه جلطات الجلطات قد تصيب الشوريان الرئيسي أو الشوريان الفرعي الجلطات دي ممكن تكون جاية من القلب عن طريق أنه بعت في الدم الدم اللي هو ماشي في نعومة الحرير في جوة الأوريدة والشرعين بعت لها مسبب للجلطة سد الجزء من الشوريان أو الشوريان الرئيسي نفسه اللي هو بيغذي الشبكية وأدى إلى فقدان مفاجئ في الإبصار ده قد يكون يسبق بعض المقدمات للناس اللي هم فوق 65 سنة الناس المدخنين بشراها اللي عندهم ضغط الدم عالي وعندهم السكر غير منضبط وعندهم الأوريدة والشرعين بدلا من هي بتبقى نعمة في جدارها الداخلي ومحمية بطبقة الخلايا ببتدى يحصل فيها خشونة وبتدت تبقى قادرة أو قابلة لتكوين جلطات ما بيحصل هذا الكلام يؤدي ذلك إلى انسداد في الشوريان الرئيسي أو الفرع العين أو يؤدي ذلك إلى حاجات أعراض في منتهى الأهمية ومهم جدا برضو نحن نفتكرها هذا الكلام لو احنا خرجنا من نور ذهبنا إلى ظلمة فجأة اللي هو الدارك أدابتيشن دارك أدابتيشن ده بياخد له ثواني في الشخص السليم عادة بيحصل شوية حاجات كده بتتفاعل مع الضلمة بسرعة فبالتالي نقدر نشوف خلال خمسة عشر خمسة عشر تانية في الضلمة وعينها تتعود على الضلمة لو حصل لأن الوقت خد طول يبقى فيه قصور فيه الدورة الدموية اللي راحها للعين الحاجة الأخرى المهمة أن يجينا عمى وقتي ولحظي وعابر يعني ايه الكلام ده يعني الواحد يجي هو ماشي كده فجأة كده يلاقي عينه مش شايف بيها عينه اليمين مش شايف بيها وعادة بيبقى تضل أبيض أنه فقد الرؤية والدنيا بيضت كلها وقعد على منتبه وخد ثواني كده فك هذا الانقباض أو هذا السبب المبشر أو المبشر المنذر يعني بحدوث جلطات وفجأة تفك الدنيا دي حاجة برضو أخرى في منتهى الأهمية والحاجتين دول في المنهم فوق الخمسة وخمسين ستين سنة ومدخنين ويه عندهم سكر مش مظبوط ويه عندهم ضغط مش مظبوط الثلاث حاجات دي في منتهى الأهمية أنه ناخد بالنا ونذهب فورا لطبيب العيون المعالج لأنه حيب نبص على الشرعين والأوردة بعيننا المجردة ونقدر نعرف كتير من اللي بيحصل في الجسم في هذه الأحيان حاجة الأخرى اللي تؤدي إلى هذا الجلطات في العين التهاب جدار الشرعين والأوردة في الجدار الشرعين والأوردة بيحصل له مشاكل كتير جدا نتيجة مثلا مرض السكر السكر يؤثر على الشرعين والأوردة بتاع الجسم كلها بتاع الأوعية الدموية الدقيقة في الجسم وذلك يؤدي إلى انسداد في الشرعين والأوردة ويؤدي ذلك إلى مضاعفات كتير على العين منها النزيف منها الانفسار الشبكي التلايوفي ومنها حاجات كتير جدا بتنتهي إلى فقدان الإبصار نفس على نفس النمط التهابات جدار الأوعية الدموية بيحصل فيه أمراض لها دعوة بالمناعة زي الذئب الحمراء سيستيميك لوبيس إريتيماتوزيس ويحصل زي أمراض لها دعوة بالصدر والتنفس زي الأمراض مثلا الدرن الإيلز ديزيز بيحصل في العين لدعوة بالدرن أو السل الحاجة اسمها واجنر جرانيماتوزيس تاكياسو فيه حاجات كتير جدا لما نشوف التهاب الأوعية الدموية في العين وانسداد الأوعية الدموية في العين بنفتكر على طول أو نتجي ندور على أسباب لدى لأن ساعات دي بتبقى أول أعراض للمرض وإحنا لازم نبقى متنبهين كأطباء عيون متخصصين في هذا المجال لأن احنا نرجع نبص بقى على جسم الإنسان ونشوف الدنيا عاملة إزاي لأن ده يساوي إن احنا لو أهملنا فيه ما يحدث في العين قد يتكرر ما يحدث في الجسد في العين في الجسد ويؤدي ذلك إلى بعد الشر كده يعني شال النص في فقدان النط عدم القدرة على الحركة جلطات في القلب جلطات في الأطراف تؤدي إلى مضاعفات شديدة على الجسم ونحن طبعا مش عايزين ده يحصل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة